السؤال ادم مغفورة لي خطيئك وخلصت القصة وما كان نشفي حاجة لكل الموضوع ده ليه خش في الموضوع اول حاجة اه كانوا بيعلمونا زمان جسيس نزار ان كلام الملوك لا يرد ليه لان الملك صاحب سلطان ما بالك ملك الملوك ورب الارباب خلي بالك من حاجة جسيس نزار انت عارف الكلام ده كتر مني ان الملك بشر زي وزيك عنده معطيات بيبني عليها القرار بتاعه لكن الله مش بشر زي الملك وزي الملوك الارضيين فالله عارف كل شيء فالله لا يغير كلمته ولا يغير شريعته ولا يغير احكامه عشان كده لما قال لآدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت هل الله كان عارف كل السيناريو اللي يحصل اه لانه كل شيء عريانه مكشوف قدامه كان عارف طيب هل الله كان عايز الانسان يخطئ وكان عايز يدين الانسان لا الله عايز يخلص دايما الله هدفه خلاص الانسان مش دينونة الانسان وإلا ما كانش خلق الانسان فهنا ليه كان لازم الزبيحة وليه كان لازم الله يغفر بالطريقة دي اولا لتتميم العدالة الالهية لانه لن اثق في شخص يغير كلامه عارف جسيس نزار كانوا بيعلمون في التربية انك انت لما تربي اولادك وتوعدهم بحاجة ما تغيرش كلامك ليه لان انت بتربي ثقة بينك وبين اولادك ما بقى لك بجأ معايا الذي على كل شيء قدير فعشان كده لما جال لآدم موتا تموت لو الله ما حققش هذا العمل الحكم اللي حكمه كإله عادل هو فقد عدلته وفقد ثقة لي كبشر وفقد سلطانه طيب هنا ده العادل العادل بيقول آدم يموت كمان الله عنده صفة تانية أصيلة واحنا عندنا الصفات الأصيلة لا تتغير في الله يعني لا يمكن الله ان لا يكون عادل لان الله عادل الحياة التانية لا يمكن ان يكون الله قاسي لانه الله رحيم فاذا كان الله بيجدم لنفسه على انه رحيم يبقى لازم اشوف رحمته عادل لازم اشوف عدله الطريقة الوحيدة اللي اشوف فيها عدل الله ورحمته ان يكون في بديل واحنا شفنا في القصة القرآنية في بديل لابن ابراهيم وشفنا في القصة الكتابية ان الحمل والخروف كان بديل لفداء إصحاق ففكرة البدلية وفكرة البديل موجودة ومنطقية في الفكر البشر والاجتماعي فالله ما استخدمش فكرة غريبة عن أذهاننا لكن الفكرة اني لما نكون انا ضد الفكرة وعندي ثقافات بتحاول تخليني ضد الفكرة حتى ما بشوفش المنطق فيها لان انا بشوف فكرة ان الله يقدم بديل فكرة منطقية جدا جدا عن ان الله يلغي الحكم لان كده مش هيبقى عادل فهنا ليه؟ عشان الله يتمم عادله عشان الله يتمم رحمته عشان الله ينقذ الانسان عشان الله ينقذ الانسان عشان الله ينقذ الانسان